روح الأخبار الزمالك والزمالك طبعا استعادته للكنفيدرالية استمر في تدريباته اليومية استعداد لمواجهة نادر بوركان في اياب نهاية الكنفيدرالية الافريقية المباراة تكون يوم الحد اللي جاي ان شاء الله على استاد القاهرة كل دعواتنا مع نادي الزمالك بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة اتنين واحد لصالح الفريق المغربي في المغرب الزمالك كمان عنده فرصة كبيرة جدا وامل كبير نوعي حقق الفوز باللقب للمرة التانية في تاريخه واستقار كمان البرتغالي جوزي جوماز المدير الفاني الزمالك انه يعمل بعض التعديلات على تشكيل الفريق عن مباراة ذهاب امام دهدة بوركان المغربي انه يحافظ على توازن وتماسك الفريق في المواجهة طبعا هتكون مصرية وصعبة ابرز التعديلات المتوقعة انه ممكن نسبة كبيرة يدفع بابراهيم نداي على حساب سامسون اكينولا اللي كان خارج خدمة طبعا فيه مباراة الذهاب في شوية برضو عقبات يعني في طريق المدير الفاني جوزي جوماز امال اصابات اللي بعاني منها فريق نادي الزمالك الفترة الاخيرة عشان كده الجهاز الطبي للزمالك بيحاول بسبق الزمن لتجهيز مصطفى شلبي جناح الفريق لمباراة العودة يوم الحد بعد غيبه طبعا غيب عن مباراة الذهاب للاصابة عنده شد في العضلة الضمة عايز اقول لحضراتكم ان في حالة من القلع عند الجهاز الفني من عدم لحق شلبي بالمباراة في زل عدم توفر البديل المناسب في هذا المكان بعدما فشل طبعا سامسون اكينولا في مباراة الذهاب في المركز ذا وشاركت تدريبات الفريق امس مشاركة شلبي في جزء صغير من المران وشارك في الفقرة التأهيلية بجانب التدريبات الخفيفة بكرة مع باقي زملاءه في الفريق واكد الدكتور محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق ان شلبي يصير بخطة جيدة في البرنامج التأهيل الموضوع ليه عشان يتم تجهيزه بالشكل الامثل للمشاركة مع الفريق الفترة اللي جاي في زل طبعا الاصابة اللي بعاني منها في العضلة الضمة وقال كمان دكتور اسامة ان اللاعب يعني بدأ المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي مع زملاءه بجانب اداة كمان تدريبات كالتأهيلية في الجيم عشان يتم تجهيزه بالشكل المناسب للفترة القادمة ونتمنى ان مصطفى شلبي يكون موجود في مباراة العودة يوم الحد القادم لانه هيكون طبعا مهم وانصر مهم جدا مع زيزو يقدروا انهم يشكلوا خطورة جدا مع سيف الدين الجزيرة في مباراة العودة اللي لا بديل للزمالك سوى احراز اهداف لان طبعا ندي الزمالك زي ما احناقول نتيجة جيدة لكن مباراة الزهب انتهت اتنين واحد يعني على اقل تقدير لازم الزمالك عشان يفوز ببطولة الكونفترة يفوز على اقل تقدير واحد سفر كمان حرصة جوزي جوماز على منح نبيل امات دونجا لعب الوسط تعليمات فنية خاصة على امش المران كان مبارا وعقدة جوماز جلسات مع اللعب قبل انطلاق المران وتحدث معه في بعض النقاط والمواقف الخططية والفنية الخاصة بمركزه وكمان حرصة على منحه بعض التعليمات والمهام التكتكية الخاصة استعداد لمواجهة المقبلة امام نهضة بركان واتطمن كمان المدير فني على دونجا على حالته البدنية والفنية الخاصة بيه في الزل تعرضه كان لبعض الاجهاد العضلي خلال المواجهة الاخيرة امام نهضة بركان المغربي وشارك دونجا كمان عادي يعني في تدريبات الجماعة بشكل طبيعي سواء الجانب البدني او الفقرة الفنية والخطية استعدادة للمواجهة المرتقبة القادمة بعد الاتمنانة على جهزيته من الجهاز الطبي بقية الدكتور محمد اسامة نتمنى ان شاء الله دونجا يكون جاهز بشكل كامل يعني المباراة القادمة انه عنصر من الاناصر المهمة جدا في خط وسط نادي الزمالي